تارس بنات المستقبل الثانوية بأخلاق وبعلم نرقا العلاقات الدولية في الحرب والسلم دول العالم وخاصة متجاورة منها يحدث بينها مشكلات تسمى مشكلات سياسية فليست دائماً للعلاقات بتكون بين الجيران علاقات سلمية وودية المشكلات السياسية لها تعريف خاص فهي أي تهديد يمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة مما يعرض صيادتها على أرضها واستقرارها وتماسك شعبها للخطر هذا ما يعرف بالمشكلة السياسية لماذا تحدث المشاكل السياسية أو ما هي طبيعة المشكلات السياسية في ثلاثة أشكال للمشكلات السياسية مشكلة الحدود السياسية يعني دولتين بيختلفوا على حدود مشتركة بينهما والمشكلة الاقتصادية يعني اختلاف الدول على موارد طبيعية أو مياه ومشكلات الأقلية ومشكلة الأقليات بعادة بتكون داخل الدولة وأحيانا بتكون هذه الأقلية مدعومة من الخارج نبدأ بمشكلة الحدود السياسية وعندنا بالكتاب ثلاثة أمثلة عليها الصحراء الغربية واحد وشط العرب اثنين والحدود بين الهند والصين ثلاث نبدأ بالصحراء الغربية الصحراء الغربية طبعا هي منطقة كبيرة وواسعة مساحتها 226 ألف كم ربع عدد سكانها 400 ألف من عرب وأمازيغ ومعظمهم من المسلمين وهي طبعا منطقة تقع شمال غرب أفريقيا ومطلة على المحيط الأطلسي هذه المنطقة كانت تحت الاستعمار الإسباني فاحتلتها إسباني عام 1883 عندما انسحبت إسبانيا منها عام 1976 أعلنت جبهة تسمى جبهة البوليساريو قيام جمهورية مستقلة اسمها الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية هذا الإعلان ترافق مباشرة مع اعتراف 75 دولة بهذه الجمهورية طبعا المغرب وهي التي تعتبر أن الصحراء الغربية جزء لا يتجزأ منها رفضت هذا الإعلان وضغطت على دول العالم حتى انخفضت عدد الدول المعترفة بالصحراء الغربية إلى 36 دولة إذن طرفين نزاع في هذه المشكلة هي المغرب وجبهة البوليساريو المغرب وجبهة البوليساريو لو أخذنا المواقف السياسية تجاه هذه الأزمة فنبدأ بموقف الجامعة العربية فالجامعة العربية كلها تدعم سيادة المغرب على الصحراء الغربية باستثناء دولة عربية واحدة وهي الجزائر وهذا سؤال ضع دائر الدولة العربية الوحيدة التي تدعم جبهة البوليساريو هي الجزائر وللآن طبعا العلاقات بين المغرب والجزائر علاقات غير جيدة بسبب هذا الدعم أما موقف الأمم المتحدة حاولت حل المشكلة عن طريق تنظيم استفتاء لسكان الصحراء الغربية عام 1991 وفشل هذا الاستفتاء ولم يجر أما موقف المغرب عرضت المغرب على سكان الصحراء الغربية الحكم الذاتي ولكن جبهة البوليساريو رفضت هذا العرض وما زال الوضع قائما على أن المغرب تسيطر على 80% من مساحة هذه الصحراء والباقي تسيطر عليه جبهة البوليساريو طيب الصحراء الغربية لماذا هذا الاهتمام الكبير بها من قبل المغرب ومن قبل جبهة البوليساريو لسببين يعني أذكر أسباب النزاع على هذه المنطقة سببين أولا موقعها على سواحل المحيط الأطلسي فهي منطقة استراتيجية مهمة جدا وثانيا توفر الخامات المعدنية مثل الحديد والفرق مشكلة السياسية الثانية وهو شط العرب أطراف النزاع العراق وإيران بداية ما هو شط العرب هو نهر نتجة عن التقاء نهري دجلة مع الفرات في جنوب العراق هذا النهر مهم جدا للعراق كون المنفذ البحر الوحيد على الخليج العربي الذي تصدر من خلاله العراق منتجاته بداية المشكلة ظهرت في القرن السابع عشر عندما احتلت إيران والتي كانت تسمى الدولة الصفوية جزء من العراق وكان من ضمنه شط العرب ولكن الدولة العثمانية استعادت هذا الجزء في القرن التاسع عشر بريطانيا منحت إيران حق الملاحة في هذا الشط أو في هذا النهر طبعا لاكتشاف النفط في إيران فأرادت بريطانيا أن تسمح لإيران بتصدير نفطها عن طريق شط العرب في عام 1913 حدثت اتفاقية سميت باسم اتفاقية شط العرب بين إيران والدولة العثمانية وكان بنودها أن شط العرب يبقى مفتوحا للملاحة لكل سفن دول العالم ويحق لإيران السيطرة على منطقة خورة مشهر وهي شرقي نهر شط العرب فأصبح لإيران حق رسمي بالملاحة داخل هذا النهر وأصبحت تمتلك الضفة الشرقية لهذا النهر ومع ذلك في عام 1937 إيران طالبت بالمجرى الملاحي لشط العرب وهي النقطة الأعمق في المجرى فاضطرت العراق للتنازل عن أربعة أميال من الشط لإيران عادت إيران والعراق في عام 1975 برعاية جزائرية على إعادة الاتفاقية بينهما ومنحت العراق في هذه الاتفاقية لإيران حق الملاحة بشط العرب رسميا إلا أن هذه الاتفاقية عادت وانتقضت في عام 1980 بعد قيام حرب دامت ثمان سنوات بين العراق وإيران المشكلة الثالثة وهي المشكلة بين الهند والصين على المنطقة الحدودية بينهما بدأت المشكلة عندما استولت الصين على منطقة التبت عام 1951 وبالتالي أصبحت هذه المنطقة حدود مشتركة بين الصين والهند قامت ثورة في التبت عام 1959 وكانت مدعومة من قبل الهند حاولت الصين إخمادها فهرب الدالاي لامة وهو الزعيم أو الزعيم الروحي لسكان التبت هرب إلى الهند واستقبلته الهند وهذا طبعا أثار نقمة الصين على الهند مما أدى إلى حدوث حرب بينهما عام 1962 وكان الانتصار فيها للصين حيث احتلت أجزاء بعد خط مكماهون ثم بضغط دولي عادت الصين وانسحبت من هذه الأجزاء تعريف خط مكماهون هو خط متفق عليه كحدود بين الصين والتبت وتم توقيعه عام 1914 وللآن المشكلة ما زالت عالقة بين الدولتان المشكلات الاقتصادية في عندي سببين للمشكلات الاقتصادية السبب الأول تقسيم المياه والسبب الثاني نزاع على الموارض الطبيعية ومصادر الطاقة نأتي للسبب الأول وهو تقسيم المياه متى بتبلش مشاكل تقسيم المياه ولماذا؟ أولا تبدأ المشكلة عندما تقوم الدول بتعيين حدود مياه الإقليمية والدولية ومياه الأنهار هون بتبلش المشاكل طيب لماذا الدول تتنازع فيما بينها على هذه المياه؟ يعني بمعنى آخر أو بصيغة أخرى من شو أهمية هذه المياه؟ أولا للاستفادة من ثرواتها السمكية والمعدنية ثانيا ممارسة حق الملاحة فيها ثالثا لتوليد الطاقة الكهربائية فيها فأحنا أخذنا في نهاية الفصل الأول طرق توليد الطاقة الكهرمائية عما عن طريق الشلالة السدود أو عن طريق المد والجزر والأمواج فتولد الطاقة الكهربائية فهذه أهمية المياه سواء كانت الإقليمية أو الدولية أو مياه الأنهار بناء على ذلك قسمنا أنواع النزاعات إلى ثلاثة أقسام النزاعات طبعا حول تقسيم المياه إلى ثلاثة أقسام القسم الأول هو النزاع على تقسيم مياه الأنهار الدولية وعطانا لكتاب مثالين مثال الأول الخلاف بين تركيا وسوريا والعراق على اقتسام نهر الفرات فالتركيا بدأت عملت سد اسمه سد أتاترك على نهر الفرات قلل من حصة العراق وسوريا من المياه المثال الثاني خلافات مصر والسودان من جهة مع أثيوبيا من جهة أخرى على اقتسام مياه نهر النيل فأثيوبيا بتبني بسد اسمه سد النهضة إذا تم راح يقلل كميات كبيرة من المياه الواصلة لمصر والسودان النوع الثاني من النزاع وهو النزاع للحدود البحرية وأعطانا مثالين نزاع بوليفيا وتشيلي وبيرو ونزاع ليبيا وتونس حول الرصيف القاري وهي الأرض التي تحت البحر والتي أصدرت محكمة العدل الدولي قرارا بتعديل حدودها فأصبح لتونس حق استغلال النفط والغاز الطبيعي في المنطقة النوع الثالث من النزاعات هو النزاع حول تعيين حدود الدول في المضائق وأعطانا مثالين على ذلك مضيق هرموس بين عمان وإيران ومضيق باب المندب بين اليمن والصومال وجيبوتي حتى تحل هذه المشكلات وهي مشكلات الأنهار ومياه الدولية عقدت اتفاقيتين دوليتين الاتفاقية الأولى اتفاقية باريس والاتفاقية الثانية اتفاقية برشلونة وهاي من أسئلة أعطي مثالا أو ضع دائرة نجي إلى النوع الثاني من النزاعات الاقتصادية وهو النزاع على الموارد الطبيعية ومصادر الطاقة ليش بتصير هاي النزاعات على الموارد الطبيعية اذكر أسباب النزاع بين الدول على الموارد الطبيعية ومصادر الطاقة هاي المصادر مش موزعة في الكرة الأرضية بالتساوي بين الدول فمش كل دول العالم تملك حصة متساوية مع الدول الأخرى في مصادر الطاقة فعشان هيك الدول اللي يندر وجود مصادر الطاقة فيها دائما ما تسعى للسيطرة على الدول التي يوجد فيها مصادر للطاقة ولهذا تبدأ النزاعات فالجواب عدم توزع هذه الموارد بشكل منتظم في مناطق العالم حيث تتوافر في مناطق ويندر وجودها في مناطق أخرى مما يشكل دافعا للقوى الكبرى للسيطرة عليها لتأمين احتياجاتها واستخداماتها في صناعاتها النفط والغاز هم أهم مصادر الطاقة لسببين أنهم بشكلوا ثلثي الإنتاج العالمي يعني أكثر من 75% من مصادر الطاقة هم نفط وغاز والسبب الثاني أنهما يسهمان في نصف التجارة العالمية فهي أهمية النفط والغاز كسبب رئيسي للنزاع بين الدول طبعا إحنا منطقتنا العربية والشرق الأوسط هي من أكثر المناطق حدة الصراعات فيها لسببين لمحاولة الدول المتقدمة من الوصول إلى منابع النفط والغاز فيها وإقامة قواعد عسكرية لها لحماية حقول النفط وخطوط التجارة العالمية التي ينقل عبرها النفط كالمضائق البحرية التي لو أغلقت لمنعت وصول النفط إلى الدول الكبرى ذكرنا الكتاب مجموعة من المضائق المهمة طبعا المضائق والقنوات ذكر شيء منها سابقا الأمثلة خمسة مضيق هرمز على الخليج العربي مضيق باب المندب عند مدخل البحر الأحمر قناة السويس التي تربط بين البحر الأحمر والمتوسط ومضيق البوسيفور في تركيا وقناة بنما في أمريكا الوسطى هذه أسئلة أعطي مثالا ضع دائرة وأسئلة الخريطة يعني هذه الأمثلة الخمسة بتيجي بعدة أنمات ثالثا المشكلات الاجتماعية التي تتمثل بمشكلة الأقليات تعريف الأقليات وهو التعريف الشامل هو مجموعة من الأفراد ينتمون إلى خصائص ثقافية واحدة قومية دينية عرقية لغوية تختلف عن الغالبية العظمى لسكان الدولة فمثلا المسيحيين في أي دولة عربية باستثناء لبنان هم العدد الأقل والمسلمين هم الغالبية العظمى فبنحكي عن المسيحيين أقلية بينما مثلا المسلمين في أي دولة أوروبية هم العدد الأقل والمسيحيين العدد الأكبر فبنحكي عن المسلمين في أوروبا الأقلية أو في الدولة الأوروبية الأقلية ممكن مثلا نحكي عن الأكراد في العراق بتحدثوا لغة كردية وهي الأقل أو هم الأقل والغالبية العظمى ما بتحدث اللغة العربية فالأكراد أقلية فهذا المقصود بالأقلية إذا حفظنا هذا التعريف وفهمناه كويس رح يسهل علينا التعريفات الأربعة اللي رح نخذهم كمان شوي لما بس بتم تغيير بسيط فيها بناء على التعريف رح يطلع عنا أربع أنواع للأقليات الأولى الأقليات القومية أولا شو معنى القومية قومية هم مجموعة من الناس بنتموا لنفس الأصل تحدثوا نفس اللغة وعاداتهم وتقاليدهم واحدة الدين ليس له علاقة بالقومية الأصل واللغة والعادات والتقاليد فمثلا القومية العربية هم مجموعة من الأشخاص وصولهم من الجزيرة العربية بتحدثوا اللغة العربية وعاداتهم وتقاليدهم تقريبا واحدة وممكن يكون منهم مسلمين وممكن يكون منهم مسيحيين فالدين ليس له علاقة بالقومية فشوه تعريف الأقليات القومية مجموعة من الأفراد تنتمي إلى هوية واحدة من حيث العرق واللغة والعادات والتقاليد وتعيش ضمن أكثرية قومية يعني هذول القومية بيكون عددهم أقل في الدولة أعطونا ثلاث أمثل على الأقليات القومية المثال الأول شعب الكزخ غرب الصين شعب ينتمي إلى كازاخستان وهي دولة مجاورة للصين وهذا جزء من هذا الشعب موجود في الصين وهم عددهم قليل مقارنة مع باقي سكان الصين تعدد القوميات في الاتحاد السوفيتي بعد تفككه إلى دول مستقلة كأوزباكستان وأستونيا ولاتفيا كذلك القوميات في الاتحاد اليغوزلافي بعد تفككه نتج عنها صربيا مقادونيا والجبل الأسود النوع الثاني من الأقليات وهو الأقلية الدينية مجموعة من الأفراد تتبع ديانة مختلفة عن ديانة أكثرية أفراد المجتمع المتواجدة فيه مثل الأقلية المسلمة في الصين واليابان والولايات المتحدة والأقليات المسيحية في الدول الإسلامية الأقليات اللغوية هي مجموعة من الأفراد لها لغتها الخاصة تختلف عن لغة أكثرية أفراد المجتمع المتواجد فيه أو المتواجدة فيه فإذا بتلاحظ الثلاث تعريفات اللي أخذناهم قبل شوي مرتبطين بالتعريف الشامل للأقليات اللغة طبعا هي أحد أهم عناصر الثقافة اللي بتميز الأفراد وتشكل القوميات المختلفة في العالم والدول دائما ما تسعى أنه يكون عندها لغة رسمية واحدة حتى تضمن عدم مطالبة هذه الأقليات بالاستقلال عن الدولة ولكن في دول من مصلحتها إعطاء الأقليات حق ممارسة لغتها حتى ترضيهم فمثال ذلك العراق سمحت للأكراد باستخدام لغتهم اللغة الكردية بينما في دول لا تسمح للأقليات باستخدام لغتها الخاصة فمثلا إيطاليا لا تسمح للأقلية النمساوية باستخدام لغتها وتجبرهم على استخدام اللغة الإيطالية برضو هاي كمان من أسئلة ضع دائرة أو أعطي مثالا الأقليات العرقية وهي مجموعة من الأفراد تنتمي إلى عرق أو سلالة تختلف عن سلالة أكثرية أفراد المجتمع الذي تعيش فيه لماذا أو متى تصبح هذه الأقليات العرقية مشكلة للدولة عندما لا تعطى حقوقها كاملة وعندما يمارس ضدهم التفرق العنصرية فتصبح هذه الأقليات خطرا على المجتمع لأنها تريد أن تطالب بحقوقها وهذه الحقوق أحيانا يتم تحصيلها عن طريق العنف في أن أمثلة على الدول التي فيها أقليات متعددة مثل الولايات المتحدة الأمريكية كندا والدول العربية والإسلامية هل تمثل الأقليات العرقية واللغوية والقومية في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والدول العربية الإسلامية أي مشاكل الجواب على الأغلب لا لماذا؟ لتاريخها المشترك ولأن هذه الدول تطبق مبدأ التسامح الديني وإلى هنا ينتهي منهاجنا وتمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح الباهر إن شاء الله وكان معكم المعلم خليل محيسن والسلام عليكم اشتركوا في القناة